بسم الله وكفة والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى مرحبا بكم طلابي وطالباتي في درس جديد في مادة الرياضيات لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي إن شاء الله سوف نبتدئ حصصنا في الوحدة الثانية تحت عنوان مجموعة الأعداد الصحيحة والعمليات عليها وبالأخص درسنا الأول تحت عنوان مجموعة الأعداد الصحيحة إعداد وتخديم أستاذ الطاهر فيزياء الرياضيات تمهيد تقابلنا في حياتنا اليومية أوضاع متعاكسة كثيرة لا يمكن التعبير عنها من خلال مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد الكلية التي سبق وأن درسناها من قبل فمثلا إذا كان ارتفاع برج سكني 15 طابقا فوق سطح الأرض فكيف نعبر عن ارتفاع ثلاث طوابق تحت سطح الأرض أيضا في حالات الطقس نجد أن درجات الحرارة في المدينة ألف 45 درجة مئوية وفي المدينة باء صفر درجة مئوية وفي المدينة جيم خمسة تحت الصفر ماذا نعني بعبارة تحت الصفر نعني بعبارة تحت الصفر الأعداد الأقل من الصفر وهي الأعداد السالبة مثلا سالب 1 عدد سالب سالب 2 عدد سالب سالب 3 عدد سالب جميع هذه الأعداد أعداد سالبة وهي أقل من الصفر أحسنت أحسنت إجابة صحيحة إذن دعونا نتذكر سويا تعريف مجموعة الأعداد الطبيعية هي مجموعة الأعداد التي تستخدم في العد ويرمز لها بالرمز ط وتكتب ط تساوي المجموعة التي عناصرها واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية أيضا دعونا نتذكر مجموعة الأعداد الكلية تعرف بأنها هي مجموعة الأعداد التي تبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية ويرمز لها بالرمز كاف تكتب المجموعة كاف تساوي المجموعة التي عناصرها صفر واحد اثنين إلى ما لا نهاية أيضا نوضح أن مجموعة الأعداد الطبيعية اتحاد مجموعة الأعداد التي تحتوي على العنصر صفر الناتج هو مجموعة الأعداد الكلية ط اتحاد المجموعة التي عناصرها الصفر الناتج هو مجموعة الأعداد الكلية ماذا عن مجموعة الأعداد الطبيعية اتحاد الأعداد السالبة المناظرة لمجموعة الأعداد الطبيعية واتحاد المجموعة التي عناصرها الصفر أكيد الناتج هو مجموعة تسمى بمجموعة الأعداد الصحيحة ويرمز لها بالرمز صاد إذن اتحاد مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد السالبة المناظرة لها والمجموعة صفر هي مجموعة الأعداد الصحيحة ويرمز لها بالرمز صاد مجموعة الأعداد الصحيحة تعرف كالآتي هي اتحاد مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد السالبة المناظرة لها والمجموعة صفر ويرمز لها بالرمز صاد وتكتب صاد تساوي المجموعة التي عناصرها صفر واحد اتنين إلى ما لا نهاية وسالب واحد سالب اتنين إلى ما لا نهاية نلاحظ أن مجموعة الأعداد الطبيعية جسئية من مجموعة الأعداد الكلية ومجموعة الأعداد الكلية جسئية من مجموعة الأعداد الصحيحة نلاحظ أيضا أن مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد الكلية ومجموعة الأعداد الصحيحة مجموعات غير منتهية ضع ينتمي أو لا ينتمي في المكان الخالي سالب خمستاشر هل تنتمي أو لا تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة أكيد تنتمي سبعة وثلاثين أيضا تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة الصفر أيضا ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة سالب ثمانية هل تنتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية الإجابة لا تنتمي النظير الجمعي يعرف النظير الجمعي بأنه نفس العدد مع تغيير الإشارة مثلا سالب خمسة نظيرها الجمعي هو موجب خمسة موجب خمسة نظيرها الجمعي هو سالب خمسة سالب خمسة نظيرها الجمعي موجب خمسة بينما موجب خمسة نظيرها الجمعي هو سالب خمسة الصفر نظيره هو الصفر تمثيل مجموعة الأعداد الصحيحة على خط الأعداد ومغارنتها نلاحظ أن هذا الخط يسمى بخط الأعداد يتكون خط الأعداد من اتجاهين اتجاه موجب واتجاه سالب الاتجاه الموجب على اليمين والاتجاه السالب على اليسار مثال على الخط العددي مثل الأعداد 3 4 0 سالب 1 نمشي نشوف في خط الأعداد الثلاثة واقعة وين نلاحظ أن الثلاثة واقعة في الاتجاه الموجب كده مسلنا العدد ثلاثة ماذا عن العدد أربعة؟ أربعة موجودة أيضا في الاتجاه الموجب أيضا الصفر لاحظ للصفر أيضا سالب واحد نلاحظ سالب واحد موجودة في الاتجاه السالب كده مثلنا ثلاثة وأربعة وصفر وسالب واحد على الخط العددي مقارنة الأعداد الصحيحة تأمل خط الأعداد وتأمل الاتجاه الموجب والاتجاه السالب إذا كان بعد عدد يمين الصفر يساوي بعد عدد يسار الصفر يقال أن العددين أنهما متناظرين أي كل منهما نظير الآخر مثلا الواحد يناظر السالب واحد لماذا؟ لأن بعد العدد يمين الصفر يساوي بعد العدد يسار الصفر أيضا نقول سالب خمسة تناظر موجب خمسة لماذا؟ لأن بعد العدد يمين الصفر يساوي بعد العدد يسار الصفر إذن الخمسة تناظر سالب خمسة والواحد يناظر سالب واحد عشان نغارن الأعداد الصحيحة أيهما أكبر وأيهما أصغر اتبع الآتي مثلا لو مسكنا العدد خمسة كلما تحركنا يمين الخمسة نحصل على عدد صحيح أكبر وكلما تحركنا يسار الخمسة نحصل على عدد صحيح أصغر إذن الستة أكبر من الخمسة الأربعة أصغر من الخمسة تعالوا نمشي الاتجاه السالب مثلا لو لدي العدد سالب خمسة يمين السالب خمسة أي في الاتجاه الموجب نحصل على عدد صحيح أكبر بينما الاتجاه السالب أي يسار العدد سالب خمسة نحصل على عدد صحيح أصغر يمين السالب خمسة هو سالب أربعة إذن سالب أربعة أكبر من سالب خمسة سالب ستة يسار السالب خمسة أي في الاتجاه السالب إذن سالب ستة أصغر من سالب خمسة أيضا نلاحظ أنه كلما كبر العدد السالب غلت غيمته وكلما صغر العدد السالب زادت غيمته ستة أكبر من خمسة أربعة أصغر من خمسة سالب أربعة أكبر من سالب خمسة سالب ستة أصغر من سالب خمسة كلما تحركنا في الاتجاه الموجب نحصل على عدد صحيح أكبر وكلما تحركنا على الاتجاه السالب نحصل على عدد صحيح أصغر رتب الأعداد ترتيبا تصاعديا نعني بالترتيب التصاعدي من الأصغر إلى الأكبر نعني بالترتيب التنازلي من الأكبر إلى الأصغر طالما ترتيبنا تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر نمشي نشوف الأعداد السالبة سالب خمسة وعشرين سالب تمانية سالب عشرين نبدأ بالأعداد السالبة لماذا؟ لأن الأعداد السالبة أصغر من الأعداد الموجبة وين أصغر عدد صحيح سالب؟ أكيد سالب خمسة وعشرين لماذا؟ كل ما كبر العدد السالب غلت قيمته ومن سمى سالب عشرين ومن سمى سالب تمانية نمشي بعد نشوف الأعداد الموجبة عند عشرين وعند أربعين العشرين أصغر من الأربعين إذن ترتيبنا التصاعدي هو سالب خمسة وعشرين سالب عشرين سالب تمانية عشرين أربعين مثال ضع علامة أكبر أو أصغر بين كل عددين مما يأتي في المكان الخالي عشر أكبر من سبعة أربعة أصغر من تمانية ثلاثة أكبر من سالب خمسة أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب صفر أصغر من أي عدد موجب صفر أكبر من أي عدد سالب سالب عشرين أصغر من سالب إتناشر كلما كبر العدد السالب غلت قيمته الغيمة المطلغة تعرف القيمة المطلغة في الرياضيات بأنها هي عدد الوحدات التي تبعدها النقطة الممثلة لهذا العدد من نقطة الصفر على الخط العددي ويرمز لها بالرمز ويقرأ القيمة المطلغة الغيمة المطلغة دائماً غيمة موجبة الغيمة المطلغة تكون صفراً إذا كان العدد صفر جد قيمة الآتي الغيمة المطلغة لسالب تمانية زايد سبعة طوالي أستخرج السالب تمانية خارج الغيمة المطلغة ستطلع بموجبة تمانية زايد الغيمة المطلقة لسبعة أكيد السبعة وتمانية زايد سبعة الناتق خمستاشر إذن الغيمة المطلقة لسالب تمانية زايد الغيمة المطلقة لسبعة الناتق هو خمستاشر ماذا عن الغيمة المطلقة لخمسة؟ ناقص الغيمة المطلقة لسالب خمسة الغيمة المطلقة لخمسة هي خمسة ناقص الغيمة المطلقة لسالب خمسة هي موجب خمسة وخمسة ناقص خمسة الناتق صفر الغيمة المطلقة لاثنين زايد الغيمة المطلقة لسالب سبعة زايد القيمة المطلقة لخمسة زايد القيمة المطلقة لسالب ستة الغيمة المطلقة لاتنين اتنين الغيمة المطلقة لسالب سبعة موجب سبعة الغيمة المطلقة لخمسة خمسة الغيمة المطلقة لسالب ستة موجب ستة اتنين زايد سبعة الناتق هو تسعة تسعة زايد خمسة الناتق هو اربحتاشر 14 زي 6 أناتك 20 ختاما تعلم فليس المرء يولد عالما أستاذ الطاهر فيزياء رياضيات